موسيقى جبارتنا نتواجدون حالياً في الشاطئ قصر صغير جينا نستمسعوا الوقس دينا ونعمه ونشوفوا نبدل الجو كما يقولوا وصراح هذا الشاطئ هذا من أحسن الشواطئ الكائنين في منطقة الشامل من ناحية نقاوة البحر والطيبوبة الساكنة التي تكون هنا ومن نسبة أيضاً التنويع الرمال وكاللاحظهم أخراً تزاد الأقبال على الشواطئ بسبب ارتفاع درجات الحرارة هنا في مدينة ستنجان والنواحي وكنتمنى من الناس الذين يأتيوا للشاطئ أن يحافظوا على النظافة والتجهزات الكائنين هنا من يكونوا يتساقلون على ما يجعلوا مراههم لكي يستفيد منه نحن هنا والناس الذين يأتيوا إن شاء الله بالنسبة المرافق هناك المرافق هناك المرافق هناك المرافق هناك طوالات هناك الحراسة هناك المرافق الصحية هناك المرافق يحافظون عليهم لكي لا يستفيد منهم كل شي إذن مثلنا في علاقة بما تشهده يعني الشواطئ ديال الجهات الشمال مؤخرا من الارتياد وسطياف كبير ديال مجموع من المواطنين القادمين المختلف مناطق المملكة هو مسألة إيجابية جدا هو مسألة التي تشجع كما قلنا السياحة الداخلية وتشجع أيضا كما نعرف مؤخرا تفتحة الحدود الخارجية وبالتالي تشكل نقطة جادة أيضا للسياح القادمين من الخارج على اعتبار أنه مجموعة من الأنشطة الاقتصادية ومجموعة من الأنشطة السياحية لكي نفهد الشواطئ ديال الشمال المملكة سواء في الشطر المتعلق بالبحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأدلس طبعا البحر الأبيض المتوسط يشهده احرتياد أكبر وحسطياف أكبر كين مركز ديال تخيم أيضا في عدد من الشواطئ وهذه مسألة إيجابية جدا اللي ممكن أنها تحرك الاقتصادات المحلية من الركود اللي وقع له بسبب جائحة كورونا في آخر سنتين وبالتالي هو مسألة إيجابية جدا كي بقى المسألة الأخرى المرتبطة بالبرتيات ديالة الناس هادو لدي المواطنين من هات الشواطئ هذي علاقة بالبيئة وعلاقة بالحفاظ ديالهم على مجموعة من سواء السكينة أو الهدوء أو المسألة البيئية هذي كتبقى رهينا بالمواطنين وبالتوعية اللي كتخوضها مجموعة من جمعية المجتمع المدني وأيضا سلطات المحلية اللي خصتها تخوض هذه المسألة هذي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر